اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في كل رقة رحيم وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين أما بعد حياكم الله صدتم وطابر شاكم وتبوأتم من الجنة منزلا أجأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الأوقات موازين حسناتكم وإن ينفعنا وإياكم بما نسمع وإنه ولي ذلك والقادر عليه وبشيركم وبشر نفسي بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه إن أولى الناس يوم القيامة أكثرهم علي صلاة فهذه المجالس كما قلنا قبل ذلك في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن نكثر في هذه المجالس من ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم نكثر من ذكره بألفاظنا ونكثر من ذكره بقلوبنا ونكثر من ذكره بعقولنا فنزداد معرفة بقبله الشريف صلى الله عليه وسلم القاضي عياض عندما ألف هذا الكتاب أراد أن يكون هذا الكتاب تعريفا بحقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأمة ولن تستطيع الأمة ولم يستطيع أي أحد أن يعرف حقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إن عرف قدره الشريف لذلك قدم بمقدمة طويلة في قدر رسول الله وفي فناء الله عز وجل عليه وفي مواردة القرآن في شأنه وفي صفاته وفي شمائله صلى الله عليه وسلم حتى تكون مدخلاً لحقوقه أو لمعرفة حقوقه صلى الله عليه وسلم قلنا إن هذا المجلس هو مجلس في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يقول بعض الناس إن معرفة قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم تكفي فيها جلسة أو جلستان أو خطبة أو خطبتان أو دورة أو دورتان ثم ينفض السامر أو ينفض المجلس بعد ذلك ويذهب كل واحد منا في حاله نقول أو يعني نرد على هذا فنقول إنه الإكثار من ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وإن عرفنا حقوقه صلى الله عليه وسلم غرض في حد ذاته لإنه رفض الإكثار ورس السنة النبوية فهنلاحظ أن سدن النبي صلى الله عليه وسلم ميز في أحاديثه بين من يصلي عليه فقط دون إكثار وبين من يكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم فجعل لمن يصلي عليه فقط فضائل وثواب وأجر وجعل لمن يكثر عليه من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم فضائل أخرى وأجرا أعلى فنحن عندما نجتمع كل أسبوع نجلس في هذه الجنسة فنحن نسمع أن نكون ممن يكثروا من ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومثاعة ومثاعتان في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شيء من فضائل الإكتار من ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قلنا في بداية الكلام أن أكثر الناس عليه صلاة صلى الله عليه وسلم هم أولى الناس بشفاعته يوم القيامة فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة يعني أولى الناس يعني أحق الناس به صلى الله عليه وسلم طيب ما معنى أحق الناس به أيضا يعني أحق الناس به يعني أحق الناس بشفاعته أحق الناس بموالاته أحق الناس بنصرته أحق الناس بالقرب منه أحق الناس بالشرب من يديه الشريفتين أحق الناس ليكونوا معه في الجنة أحق الناس بمجاورته وهكذا وهكذا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أولى الناس به يعني أحق الناس به يوم القيامة أكثرهم علي صلاة كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أكثر الناس صلاة عليه هم الذين سينالون رضا الله سبحانه وتعالى عند لقائه فيقول النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن يلقى الله راضيا طبعا راضيا من الراضي ومن المرضي عنه العبد راض والله عز وجل راض إلهما راض فقوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه فمن سره أن يلقى الله عز وجل راضيا فليكفر من الصلاة علي المكفر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يلقى الله عز وجل راضيا يبقى كده حكتين أول حاجة كانت إيه أن المكفر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا هو أولى الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الشفاعة الشفاعة اثنين أن المكفر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقى الله عز وجل راضيا ثلاثة المكفر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ظل عرش الله يوم القيامة في ظل عرش الله يوم القيامة طبعا كلها حفظين الحديث السبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل للأ ظل طبعا ليس منها المكفر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن في حديث كثيرة جاء فيها نفس هذا المعنى إن من فعل كذا فهو في ظل عرش الله يوم القيامة فتحديد النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله كما يقول علماء الحديث السبعة هنا عدد لا مفهوم له يعني الأمر مش قصر على السبعة بس ولكن هناك آخرون سيذكر هناك بقية الحديث زي بالضبط النبي صلى الله عليه وسلم لما بشر عشر بالجنة وقال أبو بكر في الجنة عمر في الجنة أثمان في الجنة الاخر الحديث هل هؤلاء العشر هم فقط الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم من الجنة أبدا إنه بشر غيرهم وهكذا فإذا المكفر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ظل عرش الله وهذا ورد في أحاديث أخرى منها قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة تحت ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله ثلاثة تحت ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله الفائدة أن تكون في ظل عرش الله يوم القيامة الفائدة النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا فيها حديث أخرى أن يوم القيامة يوم طويل شديد على الخلق حتى يتمنى الناس لانصراف من هذا الموقف ولو إلى النار والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن هذا اليوم ستدنو فيه الشمس من روس خلالق فتكون قدر ميل والميل هنا مش معناها الميل من كيلومتر اللي هو المسافة ولكن الميل هنا يعني مكحلة الميل يعني مكحلة الستراب عندها مكحلة وطولها قدر إيه قدر كده مثلا فتدنو الشمس من روس الخلالق طبعا الناس يدفوتون في هذا تبع لأعمالهم فمنهم من يبلغ العرق التي يجب قرب الشمس هذا فمنهم من يبلغ العرق إلى كعبين ومنهم من يبلغ العرق إلى ركبتين ومنهم من يبلغ العرق إلى نصفه ومنهم من يصل العرق إلى صدره ومنهم من كما يقول نبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من يلجمه العرق الجامان بحسب تثاوت الأعمال سيدنا من نبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الوصف المريع قدم لنا في أحاديث المخرج فحدثنا عن ناس منهم شعلقة بالموضوع ده كله هم الذين في ظل عرش الله يوم القيامة ومنهم السبع الذين تعرفونهم جميعا ومنهم هؤلاء الثلاثة الذين سندكرهم الآن فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة تحت ظل عرش الله يوم القيامة أو يوم لا الظل إلا ظله من فرج عن مكروب من أمتي أولهم من فرج عن مكروب من أمتي يعني لما تعرف كده أو تسمع أن في حد واقع في كر فتخفف عنه هذا القر أو تقضي عنه هذا الدين أو تتحدث معه بكلمة طيبة فتفرج عنه أو تجبر بخطر أيا كان فهؤلاء في ظل عرش الله يوم القيامة ومن أحيا سنته من أحيا سنته والسنن النبي صلى الله عليه وسلم التي اختفت كثيرا فلما في حضرتك كده في وسط أصحابك في العمل أو في وسط جيرانك أو في وسط أولادك وتحيي سنة من سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم التي اختفت فيرجى لك أن تكون تحكو بالعرش الله يوم القيامة احنا بهذا المجلس بالمناسبة بنحيي أيضا سنة من سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما النبي حث الأمة على الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ثم لا يوجد في الأمة أو لا يكاد يوجد في الأمة من يصلي عليه صلى الله عليه وسلم فإذا الأمر الآن أصبح خطير فنحتاج دائما إلى أن احنا نعقد المجالس زمان الناس الطيبين في القرى وفي النجوع وفي المدن قبل الزهور الفضائيات كان يوم في الاسبوع يوم في الاسبوع عندهم مجلس بقراءة الجردة الجردة النبوية الشريف التي ألفها أجمال البصيري رضي الله عنه وفيها مدحج رسول الله وخصارص رسول الله وأخناق رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلم منه المول للنبوي الشريف الناس يعودوا في البيوت والعلماء يعقدوا في المساجد مجالس كثيرة لتذكير الناس بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقراءة جانب من السيرة وأولفت كتب لهذا الجانب مخصوص كتب اسمها المولد لماذا؟ لتحث الناس على تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو في أوقات مولده صلى الله عليه وسلم يعني الغافح البعيد عن الله سبحانه وتعالى أقل القليل من نسبة له أن يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو في يوم يولده فتذكر رسول الله والصريع على رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة من السنن التي أحييتموها بحضوركم في هذه المجال رضي الله عنكم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة تحت ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله من فرج عن مكروب من أمتي ومن أحيى سنتي ومن أكثر الصلاة علي كثيرا ومن أكثر الصلاة علي كثيرا يعني من صلى علي صلاة كثيرة مش مجرد بس أنك تقول صلى الله عليه وسلم لما يذكر اسمه ولكن أن تجعل لنفسك وردا من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تزيد في هذا الورد كلما استطعت فتأخذ نفسك بالتدريج تبدأ بالصلاة على رسول الله بيضمرة في اليوم مثلا ثم بعد ذلك يقوم متين حتى تصل إلى آلاف المرات كل يوم هتقول لي هجيب وقت منين ابدأ بس أنت وهتلاقي الدنيا الوقت بيمتاد معاك لأن هذا الزمن بيدي من بيدي الله سبحانه وتعالى من الذي يملكه الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى قد يمط لك ويمد لك الدقيقة الواحدة فتصلي فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شئت لذلك لما نيجي نقرأ مثلا في سير الصحابة وفي سير التابعين رضي الله عنهم ونسمع أن واحد منهم كان يقيم الله كله أو يقرأ القرآن كله في ركعة هتيجي حضرتك تحسنها بعقلك هتقول ليه كيف الواحد عشان يختم القرآن كله يحتاج على أقل ثمان ساعات فإيه معقولة يعني ما أعدش من العشاء للفجر وأحيانا يكون المساة بين العشاء والفجر أقل من سبع ساعات هذا على فرد أنه قام من العشاء للفجر السر السر البركة هذا الزمن بيد الله سبحانه وتعالى يمده لمن يشاء ويبارك فيه من يشاء في حاجة اسمها البركة يا جماعة في حاجة اسمها البركة ما عادت موجودة الآن لكن الله سبحانه وتعالى يعيدها لمن يشاء إذا شاء سبحانه وتعالى بيدا ثلاثة تحت ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله من فرّج عن مكروب من أمته ومن أحيا سنته ومن أكثر الصلاة علي كثيرا يبقى كده كم ثلاثة واحد من فرّج عن مكروب من أمتي ومن أحيا سنته ومن أكثر الصلاة علي كثيرا طيب كده كم واحد في فضائل الإكثار من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم برضو ثلاثة ايه هم أولى الناس لشفاعته صلى الله عليه وسلم اثنين هم يلقى الله رضيا ثلاثة يقوم في ظل عرش الله يوم القيامة رقم أربع شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وشهادته له شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وشهادته له داخل فيها نعم يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى عليه عشرا من صلى عليه عشرا صلى الله عليه بها مئة ومن صلى عليه مئة صلى الله عليه بها ألفا ومن ذاد عن ألف يعني صبابة وشوقا إنه مش هيجين عن ألف مش ألف في العمر طبعا لكن اللي بيجين عن ألف ده يبقى أقل قرص اليوم ولا يفعل ذلك إلا من تعلق قلبه برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن زاد عن ذلك صبابة وشوقا يعني حاله وهو يزيد الشوق وتعلق القلب برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن زاد عن ذلك صبابة وشوقا كنت له شفيعا وشهيدا يوم القيامة كنت له شفيعا وشهيدا يوم القيامة خمسة بعدين خمسة أن من يكثر على رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أقرب الناس إليه صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا من الصلاة علي في يوم جمعة أكثروا من الصلاة علي في يوم جمعة يبقى إحنا استفدنا الآن نحن سنكثر من الصلاة على رسول الله في كل الأيام لكن يوم الجمعة مؤكد سنزيد من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم أكثر من الصلاة علي في يوم الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي فإن صلاتكم معروضة علي يعني ماذا معروضة علي يعني يقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلان ابن فلان صلى عليك صلاتك أو صلى عليك صلاتين أو صلى عليك ثلاثا أو صلى عليك ألفا فمن كان أكثرهم صلاة كان أقربهم مني منزلة يبقى كأن كل من يصلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هم قريبون للنبي صلى الله عليه وسلم لكنهم معه صلى الله عليه وسلم كالدائرة التي حولها دواك فدائرة قريبة ودائرة ثانية أبعد قليلا ودائرة ثالثة أبعد وأبعد وكلهم حول رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلهم أقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم من غيرهم ممن لم يصلي علي أبدا إذن أقرب الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم هم من أكثرهم عليه صلاة صلى الله عليه وسلم من يكسب رقم 6 من يكسب من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الله عليه والملائكة يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة لم تزل الملائكة تصلي علي ما صلى علي يعني تقول من تبتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أولا صلاتك هذه كما جاء في الحديث الخار معروضة عليه وكما جاء في الحديث الثاني النبي صلى الله عليه وسلم يهد عليك وكما جاء في هذا الحديث الملائكة تصلي عليك وربنا سبحانه وتعالى يصلي عليه من صلى علي صلاة لم تزل الملائكة تصلي عليه ما صلى عليه فليقل عبد من ذلك أو يستكثر فليقل أو يستكثر يعني إيه فليقل أو يستكثر يعني إذا عريدت أيها العبد أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليك مع كل صلاة وأن الملائكة تصلي عليك مع كل صلاة وأن الله يصلي عليك مع كل صلاة فانظر هل تريد من هذا كثيرا أو قليلا الخير لك فليقل أو يستكثر يعني كأنه يقول لك شوف أنت عايز من ذا كثير عايز من ذا كثير ولا عايز من ذا أليل فليقل عبد من ذلك أو يستكثر إذا قلنا كام فضل الآن من فضائر الإكثار من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة إيه هم واحد أول ناس بشفاعته صلى الله عليه وسلم اثنين يلقى الله عنه راضيه ثلاثة يظل عرش الله يوم القيامة أربعة ينال شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أمسة أقرب الناس من النبي صلى الله عليه وسلم مجلسة ستة نصلي الله عليه والملكة طيب إحنا قرأنا المرة المفاكد الفصل الكام الأول من كتاب الشفا يتكلم عن إيه الفصل هذا إحنا قلنا إن الفصل الأول كان فيه تعداد محافن النبي صلى الله عليه وسلم التي وردت في القرآن مدح الله عز وجل والثناء على نبي صلى الله عليه وسلم مما جاء في هذا الفصل الذي قرأناه إن ربنا سبحانه وتعالى مدحه بأن جعله من أنفاتنا لقد جاءكم رسول من أنفاتكم فالله عز وجل وضح أن نبينا صلى الله عليه وسلم من أصيبنا معدلا ومن أطهرنا أصلا فهو صلى الله عليه وسلم من أنفاتنا ووصفه الله عز وجل بأنه عزيز عليه ما عندتم عزيز عليه ما عندتم يعني يعز عليه صلى الله عليه وسلم أن يتعنت أحد معه أو أن يغفر به صلى الله عليه وسلم كما قال الله عز وجل فلا تذهب نفسك عليهم حسرات وكما قال الله تعالى فلعلك باقع نفسك ألا يكونوا مؤمنين فهذا مدح لرسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة حرصه على من يدعوهم ومن شدة خوفه على الناس فهو عزيز عليه ما عندتم هذا أول حاجة إيه أنه من أنفاتنا اثنين أنه عزيز عليه ما عندتم ثلاثة حريص عليكم حريص عليكم يعني حريص على من آمن به فيعلمه ما ينفعه وما يقربه إلى الله تعالى حريص عليكم ثم نمثي حرصه علينا صلى الله عليه وسلم وصفه ربنا فقال رؤوف رحيم ورؤوف رحيم من أسماء الله تعالى الله عز وجل أكرم نبينا صلى الله عليه وسلم لأن أعطاه اسمين من أسماءه عز وجل بإذن رسولنا صلى الله عليه وسلم من أنفاتنا حريص علينا عزيز عليه ما عندتم بالمؤمنين رؤوف رحيم ثم وصفه ربنا سبحانه وتعالى في القرآن أنه نور لقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يعني الله عز وجل أيها الناس أرسل عليكم القرآن الكريم ومن سيطبق هذا القرآن بحيث يكون قرآنا يمشي على الأرض لقد جاءكم الله نور وكتاب مبين ثم وصفه ربنا سبحانه وتعالى بأنه شاهد شاهدا ومبشرا ونذيرا ثم وصفه ربنا سبحانه وتعالى ومدحه بقوله ووضعنا عنك ألم نشرح لك صدرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ووضعنا عنك وزرك لا ووضعنا عنك وزرك ورفعنا لك ذكرك فهذا مزح أيضا لنبينا صلى الله عليه وسلم بأن الله عز وجل وضع عنه الأفقال التي قد الأفقال التي قد يحملها فوق ظهر وضعها الله عز وجل عنه فغطر الله عز وجل له ما تقدم وما تأخر عليه ورفع الله عز وجل ذكره كيف رفع الله سبحانه وتعالى ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم قرم الله عز وجل بينه وبينه فلا يصحب بكل في الإسلام إلا بأن تشهد أن محمد رسول الله كما تشهد أنه لا إله إلا الله كيف رفع الله سبحانه وتعالى ذكره أيضا بأن أوجب الإيمان به وأوجب طاعته وقرن بينه وبينه في وجود الطاعة والإيمان في أيات كثيرة جدا في القرآن الله عز وجل أيضا وصف نبينا صلى الله عليه وسلم بأنه هو الصراط المستقيم لماذا؟ لأن طريقه هو الصراط المستقيم صلى الله عليه وسلم ووصفه ربنا سبحانه وتعالى بأنه هو النعمة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها فرسول الله صلى الله عليه وسلم هنا هو النعمة لماذا؟ لأن كل النعم الحاصلة لهذه الأمة حصلت بسبب بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم كل إكرام لله عز وجل لنا حصل بسبب بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم فأكبر نعمة التي نشأت منها كل النعم هي نعمة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم والله عز وجل ومدحه في القرآن بقره والذي جاء بالصدق وصدق به فرسولنا صلى الله عليه وسلم هو الذي جاء بالصدق يعني بالكلام الصادق من كبه الله سبحانه وتعالى بالوحي الذي لا يتين الباصل من بين يديه ولا من خلفه وهو الذي صدق به وآمن به فهو أول المسلمين صلى الله عليه وسلم ورسولنا صلى الله عليه وسلم وصفه ربنا بأنه تطمئن به القلوب ألا بذكر الله تطمئن القلوب وذكر الله عز وجل لا يتم إلا بذكر من بلغنا عن الله تعالى فذكر الله عز وجل يتضمن ماذا ذكر من كان سببا في إيصال هذا الخير هذا الخير إلينا فبذكرنا لله عز وجل وبذكرنا لنعمة إرسال الله تعالى تطمئن تطمئن قلوبنا وقفنا هنا مرة الفاتف الآن بنبدأ نقرأ في الفصل الثاني في وصفه له تعالى بالشهادة وما يتعلق بها من الفناء والكرامة فضل فصل الثاني يوصفه تعالى له الاشتفادة وما تعالى بها من السماء والكرامة قال الله تعالى يا أيها النبي وإن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونبيه جمع الله تعالى له في هذه الآية بغضل من وحد الأساطر وزنلة أوصاف من المتنة الأسرة يعني المكرمة المكرمة فجعلك شاهدا على أمته لنفسه بإبلاغه من الرسالة وهي من فصائصه صلى الله عليه وسلم ومبشرا لأهل طاعته ونذيرا لأهل معصيته وداعيا لتوحيده وعبادته وسراجا مهيرا مبدأ به بالحق حدثنا الشيخ أبو محمد بن عدد حدثنا أبو خاصم حاتم بن محمد حدثنا أبو الحسن الخابسين حدثنا أبو زين المروزين حدثنا أبو عبد الله محمد بن نوسف حدثنا أبو خايف حدثنا أبو حمد بن سنان حدثنا فليح حدثنا خلاف عن عضاء الميساء قال لقيت عبد الله بن عمر بن العاص فقل اخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألب والله إنه لموصوح في التوراة لبعض السبيل في القرآن يا أيها النبي إن أعصيناك شاهداً ومبشر ومذير وحرزاً للأمنيين أنت عبدي ورسولي سميتك المتوقف ليس بفضل ولا ضريل ولا صحاب في الأسواق ولا يدفع السيئة بالسيئة ولكن يعقو يبقو ولن يقضه الله حتى يبين به الملء إلى أجاب بأن يقوله لا إله إلا الله ويفتح به أعيماً عنه وآداماً صنة وقلوباً غلفاً وكانت هذه هي صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم المذكورة في التوراة طيب هنجي دلوقتي نفتح التوراة هل هنلاقي فيها الكلام ذا؟ لا مش موجود ليه مش موجود؟ إنه التحريف مستمر التحريف مستمر لما دي نقق في بعض كتب السنة عن أمور ألزم النبي صلى الله عليه وسلم بها بعض أحبار لهم مما هي مذكورة في كتبهم سواء مثلاً صفته صلى الله عليه وسلم أو حد الرجل الذي كان موجوداً في كتبهم أيضاً سنفتح الآن التوراة أو الإنجيل لن نجد هذه الكلام ليه؟ فأن عملية التحريف لا توقف كان بعض المؤلفين الضراف جمع كتاب هذا الكتاب ما كتبش فيه غير المقدمة بس وبيتي الكتاب عبارة عن جمع النسخ المختلفة من الأناجيل فحط في عمود نسخة الإنجيل مطبوعة سنة 1950 العمود اللي جانبه المطبوعة مش عارف فين في سنة كذا العمود اللي جانبه مش عارف ايه كذا فإنت حرج بالسوف الآية أو العدد هما بيسموها عدد طبعاً وبيسموه الصورة سفر فهنت تشوف العدد في الإنجيل مع طبعاته المختلفة وتشاهد التطور التاريخي لكتابة لكتابة هذه العدد فده في عصرنا يعني بعد ظهور الطباعة طبعاً قبل ظهور الطباعة في عندك 1200 سنة و 1800 سنة إحنا مراحش عنهم حاجة فهذه الكتب بدلت وغيرت أكثر من مر الشاهد إنه هذه كانت صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة طيب إلا عرفنا إن هذه هي صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة هذا هو الذي رواه من أسلم من أهل الكتاب في ناس كانوا من أحبارهم وكانوا من قدرائهم لما أسلموا ألو أي وقت كانت هذه هي صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة كانت صفة كذا وكذا وكذا لذلك ربنا في القرآن لما تحدث عامل قال الذين آتيناهم الكتابة يعرفونه يعني يعرفون مبوته وصفته كما يعرفون أبناءهم سيدنا عمر بن خطاب رجى الله عنه جي فيهم الأيام سأل سيدنا عبدالله صلى الله عليه وسلم الصحابي الذي كان من أهل الكتابي وأسلم قال له يعني خبرني عن هذه الآية كيف كيف تعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له والله لمعرفتنا برسول الله صلى الله عليه وسلم أشد من معرفتنا بأبنائنا فإن المرأة قد تخون احتمال ولا واحد في المليون لكن إيماننا بما في الكتب برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتخل يعني لا يتطرق إليه أي شك ومن هنا كانت معرفتهم برسول الله صلى الله عليه وسلم أشدوا وأوثقوا من معرفتهم بأبنائهم فهذه هي صفة النبي صلى الله عليه وسلم في كتب أهل الكتاب يا أيها النبي إننا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وحفزاً للأميين الأميين هم العرب أو كل من هو ليس من أهل الكتاب ومثال هذا اللفظ يستخدم في كتب أهل الكتاب فاليهود يسمون غير اليهود الأمميين يعني الترجمات التلموت تذكر هذا اللفظ الأمميين يعني الأمم المختلفة من غير اليهود وحفزاً للأمي حفزاً يعني حفزاً يعني حافظاً فالله عز وجل حفزاً العالم ببعثته صلى الله عليه وسلم فهو رحمة العالمين كما وصفه ربنا سبحانه وتعالى وإلا لو لم يبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم استمر الناس في كفرهم ولو استمر الناس في كفرهم لنزل بهم ويقاف المستحق من الله سبحانه وتعالى فبعت في الله عز وجل لنبينا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالم حتى لا ينزل بالناس العقوبة أو يستحق النار وحفزاً للأميين أنت عبدي ورسولي مهم جداً أنت عبدي ورسولي حتى لا يدعى في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ادعته النصارى في نبيهم وحتى لا يدعى في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ادعاه اليهود في عزير وحتى لا يدعى في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ادعته العرب في الملائكة فينسبون الأبوة أو البنوة لله عز وجل ولنبيه صلى الله عليه وسلم فهو عبد ككل من بعثه الله سبحانه وتعالى عبد رسول لكنه مكرم في أعلى درجة التكريم فهو صلى الله عليه وسلم الإنسان الكامل وحز للأميين أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل يعني إيه المتوكل الذي يسلم أمره لله فهو لم يختر أن يكون نبيا وإنما اختاره الله وهو لم يختر أن يولد في هذه الأسرة الشريفة فالذي اختار له هو الله سبحانه وتعالى وهو لم يختر أن يبعث إلى العرب أو العالمين فالذي اختار له هو الله سبحانه وتعالى ثم هو صلى الله عليه وسلم في كل شؤونه كان متوكيا على الله سبحانه وتعالى كان مفوضا أمره لله سبحانه وتعالى يأمره الله تعالى بأن قم فأنذر فيقوم فينذر ثم يبتلى بالحصار فيصبر ثم يؤمر بالهجرة فيهاجر ثم يؤمر بالقتال فيقاتل وهكذا وهكذا فأمر صلى الله عليه وسلم كله تسليم وتوكل على الله سبحانه وتعالى سميتك المتوكل ليس بفض ولا غليظ فض وغليظ يعني ليس بقاسي وإنما هو رحيم رؤوف محب للناس يحب لهم الخير يحن عليهم مؤمنهم وكافرهم حتى كان صلى الله عليه وسلم يقف إذا مرت عليه جنازة يهودي ويحزن فيقول إنها نفس تفلتت مني وهو صلى الله عليه وسلم كان أولى الناس بالناس فكان إذا مات مسلم يقول للناس من كان عليه ذين فأنا قاضيه فأنا أولى الناس به فكان إذا مات مسلم من المسلمين كان صلى الله عليه وسلم يقضي وعلم أن عليه دينا كان صلى الله عليه وسلم يقضي عنه ما علم من ديونه سميكك المتوكل ليس بفضل ولا غريب ولا صخاب في الأسواق صخاب في الأسواق يعني يضرب في الأسواق ويتاجر فيها كناية عن التعلق بالدنيا فهو صلى الله عليه وسلم لا يتعلق قلبه إلا بالله ورسولنا صلى الله عليه وسلم لم يكن فقيرا كما يقول القطباء على المنابر النبي ما كانش فقير وإنما اختار الله سبحانه وتعالى سيدن النبي صلى الله عليه وسلم كان له خمس ألفين وكان له القدر الكبير في الغنائم فكان لوحده صلى الله عليه وسلم بيأخذ خمس سروة المسلمين ثم كانت تأتيه الهدايا من هنا ومن هنا لكنه صلى الله عليه وسلم كان أجواد من الريح المرسلة وكان أجواد ما يكون في رمضان فاختار جانب الله سبحانه وتعالى وفضل الآخرة على الدنيا صلى الله عليه وسلم ولا صخاب في الأسواق ولا يدفع بالسيئة السيئتان يعني يحسن من من أساء إليه صلى الله عليه وسلم وهل بعد إخراجه صلى الله عليه وسلم من مكة وهاجرا خائفا على نفسه وعلى أولاده بعد أن أرادوا قتله وتصور بيته عريف صلى الله عليه وسلم هل بعد هذا من إجرام ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قدر عليهم في يوم فتح مكة فقال اذهبوا فأنتم الطلقاء وكان يقدر عليهم صلى الله عليه وسلم لأنهم حاربوه في أكثر من موقعه وفي أكثر من موقف ومع ذلك فإنه صلى الله عليه وسلم لا يدفع بالسيئة السيئة عملا بقول الله تعالى ادفع بالتي هي أحسن السيئة فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم ولكن يعفو ويغفر ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء الملة العوجاء هي كل ملة غير الإسباب فديانات العرب من العوجاء ديانات الفرس من العوجاء ديانات الجوم في هذا الوقت من العوجاء ديانات العلم كلها من العوجاء لن يقبضه الله تعالى حتى يبلغ للناس الملة المستقيمة أو الصراط المستقيم أو حتى يعرف الناس طريق الحق فيقيم الحجة عليهم صلى الله عليه وسلم هذا ما فعله نبينا صلى الله عليه وسلم بأن يقول لا إله إلا الله ويفتحى به أعين عميان ويفتحى وحتى يفتح يعني أن يقبضه الله تعالى حتى يفعل ويفعل 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 ومنها ويفتحى ويفتحى أعين عميان ما معنى أعين عميان هذا كناية مش العيون عمياء حقيقة ولكن المراد بالعيون هنا ماذا عيون القلوب عيون البصائر عمياء فيبسله الله عز وجل ليفتح ليفتح ماذا هذه العيون التي في القلوب فيرون الحق حقا ويرون الباطل باطلا وآذانا صم نفس الكلام اذن الله تسمع إلا الباطل فيبسله الله عز وجل ليميز الناس به بين الحق والباطل فيكون صلى الله عليه وسلم هو الفرقان بين الحق والباطل وقلوب غلفة نفس الكلام قلوب مالها قلوب غلف يعني قلوب مغطاة نتيجة المعاصي والكفر بالله سبحانه وتعالى فيزيل هذا الغطاء الكثيف على هذه القلوب لتستطيع هذه القلوب أن تعرف ربها سبحانه وتعالى وذكر مثله عن عبد الله ابن سلام وكعب الأحبار عبد الله ابن سلام وكعب الأحبار الاثنين كانوا من علماء أهل الكتاب الذين منى الله عز وجل عليهم بالإسلام فأصبحوا من كبار الصحاب ما يشتطل؟ وذكر عبد الله ابن سلام وكعب الأحبار وفي بعض طرقية عبد الله ابن سحاب ولا صفد في الأسواق ولا صفد في الأسواق ولا متزايد بحرش ولا قواد يلحنت يسببه لغضي جميل وأهب له كل خطف كميل وأجعل السقينة لباسك والبر الشعاب والتقوى ظنيره والشكمة معقولة والصدق والوفاء قضيعتك والعب والمعرف خطفك والعجل صيغاتك والحق شريعته والهدى إمامه والإسلام اندده وأحمد إسمه أهدي به بعد الظلام وأعلم به بعد الجهام وأفع به بعد الثمان وأسمي به بعد المكرم وأكثر به بعد القلة وأغني به بعد العيلة وأكثر به بعد الضلة وأبني به بعد العيزة وأجمع به بعد الضرقة وأؤلف به بين قلوب مختلفة وأهواء متشفقة وأمم متفلقة وأجعل أمتي خير أمة مفيدة للناس هذه أيضا سفات سن النبي صلى الله عليه وسلم فيقول ولا صاخب في الأسواق بس المعنى الذي يقول نال يعني لا يتاجه في الأسواق ومن ثنات التجار الذين في الأسواق أن يفعلوا ماذا؟ أن يصحبوا يعني يعنون أصواتهم من شدة الحرص على إتيان المشترين إليهم وكذا ولا صاخب في الأسواق ولا منتزين بالفحش يعني لا يقول الفحش ولا قوال للخناء الخناء الكلام البذيء الذي يستحى منهم أسجده لكل جميل يعني أجعله في كل موطن جميل موفقا يعني أسجده يعني أوفقه لأن يفعل كل جميل صلى الله عليه وسلم وأهب له كل خلق كريم فهو صلى الله عليه وسلم جمع المحاسنة كلها وأجعل السكينة لباسه السكينة أمر معناه لكن مع ذلك ربنا سبحانه وتعالى عبر عن السكينة بأمر حسي كأنها سوب الواحد هايبسه وأجعل السكينة لباسه ما معنى هذا أن السكينة تلفه صلى الله عليه وسلم وتغطيه صلى الله عليه وسلم فهو من مبدأه إلى أن انتهى في سكينة ومن يجارسه تصيبه السكينة ومن يؤمن به أيضا يكرم بالسكينة وأجعل السكينة لباسه والبر شعاره البر كلمة جامعة لكل خصار الخيش كلمة جامعة لكل خصار الخيش شعاره يعني سبن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان ذأبه وشعاره الشعار هنا قد يكون بمعنى أيضا اللباس وقد يكون بمعنى المبدأ الذي يتبع وعلى أيهما فسدن النبي صلى الله عليه وسلم كان أضر الناس بالناس صلى الله عليه وسلم والتقوى ضميره يعني الخوف من الله سبحانه وتعالى يملأ جوانحه صلى الله عليه وسلم والحكمة معقوله يعني عقله صلى الله عليه وسلم مملوء بالحكمة وما الحكمة الحكمة هي وضع الشيء في موضعه فعقله صلى الله عليه وسلم مملوء بالحكمة من الذي وضع الحكمة في عقله الله عز وجل والصفق والوفاء طبيعته والعفوة والمعروفة خلقه والعدل سيرته والحق شريعته والهدى إمامه والإسلام ملته وأحمد اسمه أهدي به بعد الضلالة وأعلم به بعد الجهالة وأرفع به بعد الخمالة أرفع به بعد الخمالة العرب كانوا أذل أمتين على وضع الأرض كانوا رعا للغنم فلما دعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم صاروا قاد للأمم ما فيش حد بيدخل الإسلام اللي يقول سيدنا أبو بقر سيدنا عمر سيدنا أبو عبيد الدرجراح من الذي رفعه الإسلام وصار كل مسلم مؤمن به صلى الله عليه وسلم يريد أن يتعلم اللغة العربية يتعلم القرآن لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم الآية هذه الله عز وجل وجهها لكفار الكفار كفر قريش وغيرهم ممن كثر برسول الله صلى الله عليه وسلم من العرب كأن الآية تقول لهم يعني يا مجانين إذا كنتم تريدون شرفا وعزا فعزكم في الإيمان به صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لأنه نبي من عند الله نزل معه كتاب بلغتكم فالأمم ستعظمكم وتحترمكم وتجعل لكم مكانا حتى غير المسلمين الآن ممن يريدون أن تعرفوا على تاريخ الأمة العربية وغيرها أو تاريخ الإسلام يتعلموا اللغة العربية طيب لو لم يبعث نبينا صلى الله عليه وسلم سلت كده إن الأمة العربية لا تاريخها من غير النبي صلى الله عليه وسلم كان إيه اللي يحصل؟ كان زمانه منقرضه يعني اللغة العربية كانت انقرضت من زمانه اللغات الأوروبية اللي موجودة في أوروبا معظمها ترجع للغة الإيه؟ إيه تنين يعني كانت لغة واحدة وأمة واحدة ثم تشعرت بهم السبل نتيجة إنه فيش جامعة يجمعهم فلولا القرآن ولولا بعثت النبي صلى الله عليه وسلم لكان العرب دول أمة انقرضت خلاص خاصة إنهم لا عندهم حضارة ولا عندهم علوم ولا عندهم كنون ولا عندهم آذاب ولا عندهم أي حاجة قطموها العالم ولكن الآن كل الناس بيعتبر غمانية تحدث باللغة العربية صحابة سافر كده روح أي حتة عند الأمم المختلفة في ماليزيا ولا أندونيسيا ولا الهند ولا السند ولا أي مكان أنت مجرد ما تتكلم عربي فهو يعتبرك من أحفال النبي صلى الله عليه وسلم أو من أولاد الصحابة فيحترموك جدا ويقدموك لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه يذكركم أثلا تعقلون فكذلك الله عز وجل يصف ويعني يعطي وعدا لنبيه صلى الله عليه وسلم وأرفع به بعد القمالة الخمول اللي هو عدم الزكر فالأمم العربية كان هذا شأنهم لما بعث فيه من نبينا صلى الله عليه وسلم رفعوا بين الأمم وهذا شأن أيضا من يؤمن به صلى الله عليه وسلم اللي يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم يرفع شأنه سواء كان فرد أو كانت أم سواء كان فرد أو كانت أم وأرفع به بعد القمالة وأسمي به بعد النكرتي وأسمي به بعد النكرة يعني وأسمي به بعد النكرة يعني بعد أن كان الناس في جزيرة العرب نكرات يسمى الناس به وينتسبون إليه ويؤمنون بملته ويهتدون بهديه صلى الله عليه وسلم فيصبح أمره صلى الله عليه وسلم بعد النكرة مشهورا معلوما له اسم يعني له اسم يعني معروف بين الناس وأسمي به بعد النكرة وأكثر به بعد القلة في الآيات في القرآن تؤكد هذا المعنى واذكروا إذ كنتم قليلا أكثركم وأكثره به بعد القلة وأغني به بعد العيلة العيلة يعني الصف فمن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم اغتنى اغتنى بالله سبحانه وتعالى وخرج من ذل عبودية الناس إلى عبودية الله سبحانه وتعالى واغتنى ماديا وحقيقة فالعرب بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم صاروا أعز وأكرم على الله سبحانه وتعالى ومن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم أكرمه الله سبحانه وتعالى بأن جعل الأمة تدفر إذا كان فقيرا فله حق معلوم في أموال المسلمين بحيث لا يكون في أمة فقير ببركة الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وأجمع به بعد الفرقة العرب قبل أن يبعثه النبي صلى الله عليه وسلم كانوا شراز يحارب بعضهم بعضا وربما يحارب الواحد منهم أخاه على أقل الأموش حرب داعس والغبراء استمرت لنبيعين سنة بسبب تافه الأوسو الخزرش قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم كانت بينهم الحروب الكثيرة مع أن الاثنين من العرب لكن كانت كل قبيلة متحارفة مع قبيلة من قبائل اليهود وتستعين بها على أفتها من العرب سيد النبي صلى الله عليه وسلم لأنه رأي تألف بين قلوبهم بل مش ألف بين قلوب العرب لا دا جمع حوله صلى الله عليه وسلم أبو بكر العربي وبلال الحبشي وسلمان الفارسي وصهيب الرومي حتى يؤلف بين قلوب العالم على مبدأ الإسلام صلى الله عليه وسلم وأجمع به بعد الفرقة ووألف به بين قلوب مختلفة وأهواء متشتتة وأمم متفرقة وأجعل أمته خير أمة أخرية للناس طبعا أمة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هي خير أمة أخرية للناس لا شك وكذلك كل أمة تحمل رسالة الله سبحانه وتعالى هي خير أمة الله عز وجل قال في شأن اليهود هم هم هل إيه هل إيه هل إيه هم هم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين فكل أمة تحمل رسالة الله سبحانه وتعالى في وقتها هي خير أمة في وقتها هي خير أمة ودائما ما يجعل الله سبحانه وتعالى الخيرية مرتبطة بشروط إن فيش حد بينه فالربنا نسب النسب الذي بيننا وبين الله سبحانه وتعالى هو نسب العمل والإيمان هم لذلك ربنا سبحانه وتعالى لما جعل الأمة الإسلامية خير أمة أتبع هذا بالشروط فقالت كنتم خير أمة أخرية للناس لماذا فأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بها فهذه هي شروط الخيرية وكذلك كان الأمر عند اليهود لكنهم تمسكوا بما أعطاهم الله سبحانه وتعالى ونسوا السبب الذي من أجله فضروا على العالمين وظنوا أنهم أبناء الله وأحباب ظنوا أن بينهم وبين الله وسطه أو نسب أو قرابة بحيث يفضلوا حتى وينساء العمل وهذا من قلة العقل والعياذ بالله الله عز وجل فضل مع العالمين بالشروط المذكورة في الآية إكراما لنبيه صلى الله عليه وسلم طيب ثم اتفضل يا مولانك وفي حديث المعقب ضرع مرسول الله صلى الله عليه وسلم عمز وجل في التوراة عدي أحمد قال عدي أحمد المطر مولده بمكة ومماجره ضمن دينه أو قال طيب وماته الحمدون بالله على كل حال فين النص دا في التوراة مش هتلاقيه مش هتلاقيه طيب إيه الدليل على أن هذا النص كان موجود في التوراة ما الدليل أمور كثيرة منها اللي احنا لسه إيهنا شوية اللي هو إيه إخبار من آمن من أهل الكتاب بهذه المنصوص فصدقوها وصدقوا عليها الأمر الثاني وهو أقوى طبعا ذكر النبي لشكة لكن فيه أمر أحد قوي جدا وهو السيرة العملية السيرة العملية لليهود ولضير اليهود في هذه الفترة التاريخية اليهودية ديانة كان موطن الأصلي فين موطن فين المسيحية موطن الأصلي فين أيضا في الشام طيب ما الذي جعل اليهود يأتون ليقيمون في المدينة بالذات اللي جابهم بهذه المنطقة بالذات وهي منطقة جدباء لا زر ولا ثمار ولا مياه ولا أي حاجة خالص ليس أي مخوم من مخومات الحياة ما السبب؟ السبب هو أنهم كانوا في انتظاري النبي الموعود في كتبهم لذلك كانوا لما يتخنقوا مع العرب من الأوس أو الخزرج يقولهم إيه؟ يوشيك أن يبعث نبي منا فإذا بعث حاربناكم أو قاتلناكم وقتلناكم معه قتل عاد وإرام ما معنى عاد وإرام؟ إن عاد وإرام أبداد العرب فيقولهم هني أعمل فيك زي ما أعمل فيك زمانا فإيه كان منتظرين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وكان في المدينة وما حولها لأنه كان في المدينة في ثلاث طبائل من طبائل اليهود بنو شريضة بنو طينقاعة بنو نظير وكان فيه حول المدينة أيضا زي يهود خيبة فإن لي جابهم هذه المنطقة إيمانهم ببعثة نبيهم في آخر الزمان قد أضل زمانه الأمر الآخر المهم إن هذا الكلام كان معروف حتى لغير اليهود إذا كان معروف هذا كان لليهود كان معروف هذا الكلام للعرب لأنه كان بيتألهم من اليهود وكان معروف لغير اليهود ولغير العرب سلمان الفارسي ده كان إيه من فارس وفارس كانوا بيعبدوا إيه كانوا بيعبدوا النار إلي جاب سلمان الفارسي يعيش في هذه المنطقة من العالم في هذا الوقت بالذات الذي بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم قصت سلمان الفارسي معروفة إليس حضراتكم تقرؤوها اليوم اللي معرفهاش سلمان الفارسي رح من بلد لبلد لبلد ويتأل من حبر لحبر لحبر حتى عاش في المدينة منتظرا للنبي صلى الله عليه وسلم وكان عنده صفات سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم التي تعلمها من أحوال اليهود والنصار وهو بنفسه لم يؤمن بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى اختبره وفقا لما معه من صفاته فكان من صفاته التي تعلمها سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة وعند كاتفيه خاتم النبو فييجي سيدنا سلمان الفارسي بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في يوم بطبق طامر يقول له هذا صدقة فسيدنا النبي بكل تلقائية يقول له أصحابه افضلوا كله طبعا الحاج ليس فهم حاجة خاص لكن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هذه طبيعته سيدنا سلمان لغط العلامة ييجي ثاني يوم لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بطبقه له هذا هدية فيأخذ النبي صلى الله عليه وسلم منه شيئا ثم يدعو أصحابه يقوله فيروحز الفرق أيضا ييجي السيدنا النبي بعد كده يعد يلف حواليه سيدنا النبي يفهمه يروح كشفه عن كتفه الشريف صلى الله عليه وسلم ليرى خاتم يرى خاتم النبور فمن هو سلمان الفارسي مش عارب من هو سلمان الفارسي مش من أهل الكتاب ولكنه تعلم ذلك من أهل الكتاب إذن علمنا يقينا بناء على هذه وفاة تاريخية المذكورة الكتب ولكن لا يشكك فيها أحد أو في صحتها أحد إن كانت صفة النبي صلى الله عليه وسلم المذكورة في السنة النبوية مذكورة في كتب أهل الكتاب لكنها حرفت لكنها محيت لكنها 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 احتمالة كثيرة لكن يثبت صحة ما أخبرنا به الوقائع التاريخية التي لا يشك فيها أثنان ولا ينتطح فيها عن زين ماشي فضل وقال تعالى الذين يتلمون رسول النبي الأمني وقد قال تعالى تبنى رحمة من الظاهي المتلمين قال السمقندي ذكرهم الله تعالى من النجو أنه جعل رسول صلى الله عليه وسلم رحيما بمؤمنين رعوفا ليه يجاني ولو كان حضرا سشما في الحول لتفرقوا بحوله ولكن جعله حضر تعالى سمحا سهلا طبقا ضبرا مكيفا هكذا قال من فقه وقال تعالى يعني اصطرد الآن أن الله عز وجل بعث لنا رسولا يأمر فيطاع ثم إن هذا الرسول ليس سمحا ليس رؤوفا ليس رحيما وعليك أن تنفذ هل كنت حضرتك فإذا تعترض هل في حد يملك الاعتراض على أمر الله ربنا يقول لك أطع هذا الشخص فهو رسولي هل سملك الاعتراض أبدا لذلك رحمة من الله سبحانه وتعالى أن يرسل إلينا رسولا يحب لنا الخير وهو في محبته لنا للخير رؤوف رحيم سمح عفو لا يضاب للسيئة بالسيئة رغم إن إحنا اللي محتاجين إليه وإحنا اللي بنسيئ إليه وهكذا فقال تعالى وكذلك لعزناكم أمة وصفا لتكون شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا قال أبو الحسن القادسي أبان الله تعالى فضل نبينا صلى الله عليه وسلم وفضل أمته بهذه الآية وفي قوله في الآية فترة وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكون شهداء على الناس وكذلك قوله تعالى في الأسدن النبي صلى الله عليه وسلم شهيد علينا يعني إيه شهيد علينا يعني يشهد أمام الله سبحانه وتعالى أنه بلغ الرسالة وأدى الأمان ورصح الأم ثم تفضيل لنبينا صلى الله عليه وسلم ثم تفضيل لنبينا صلى الله عليه وسلم جعلنا الله عز وجل نقوم تجاه الأمم الأخرى بنفس وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم معنا فنحن نشهد أمام الله سبحانه وتعالى على الأمم المختلفة أن أنبياءهم قد بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة ونصحوهم وبلغوهم طيب كيف تقبل شهادتنا في شيء لم نره كيف لأنه سبك عندنا صدق النبي صلى الله عليه وسلم ورسولنا صلى الله عليه وسلم أخبرنا وهو الصادق المصدوق أن هؤلاء الأنبياء بذلوا وسعهم وبلغوا أممهم ولم يقصروا في هذا البلاغ أو هذا البيان وبالتالي جعل الله سبحانه وتعالى تذيغ النبي صلى الله عليه وسلم لنا مدخل لإكرامنا بأن نشهد على سائر الأمان نعم فضل وكذلك قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وقوله تعالى رصدا أي عدولا مخيارا ومعنى هذه الآية وكما هديناكم فكذلك فاستصناكم وفضلناكم بأن جعلناكم أمة خيارا ردولا لتشهدوا للأنبياء عليهم صلاة والسلام على قممهم ويشهد لكم ويشهد لكم الرسول باستقر قيل إن الله جل جلاله إذا سأل الأنبياء أن بلغتم فيقولون نعم فتقول أممهم ما جاء أنا من بشير ولا نذير فتشهد أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالأنبياء ويزكي من النبي صلى الله عليه وسلم وقيل معنى الآية إنكم حجة على كل من خالتكم والرسول صلى الله عليه وسلم حجة عليكم حكار السماء القديم وقال تعالى ودشر الذين آمنوا أن لهم قد مصدقين عند ربهم قال قتابة وحشم وزيد من أكلم قد مصدقه محمد صلى الله عليه وسلم يشكع لهم وعن الحسن أيضا هي مصيدة بنبيهم وعن أبي سعيد الخضرية رضي الله عنه هي شفاعة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم هو شفيع وصدقه عند ربهم وقال ساني إن عبد الله التسطري تسطري تسطري هي سابقة رحمة أو دعها في محمد صلى الله عليه وسلم وقال محمد بن عليه التمزي هو إمام الصادقين والصدقين الشفيع المطاع والسائل المجاد محمد صلى الله عليه وسلم قال قرش للذين آمنوا أن لهم الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم لهم بشرى ما هي هذه البشرى أن لهم عند الله عز وجل منزلة ومكانة ما هي هذه المنزلة والمكانة ما تقدم لهم فالذي تقدم لهم في علم الله تعالى أنهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يعني كأن ربنا سبحانه وتعالى يريد أن يقول في هذه الآية وَبَشْرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلًا أَنَّ لَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ مَكَانًا كيف حدثت لهم هذه المكانة وهذه المنزلة بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعشان كده بعض المفسرين يقول إن قادم الصدق هو بعثة النبي أو هو النبي صلى الله عليه وسلم معنى واحد يبقى وَبَشْرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَ مَصُدْقٍ يعني لهم منزلة ومكانة عند الله تعالى بماذا؟ بنبيهم صلى الله عليه وسلم أقول قولي هذا واستغفر الله ولكم نقف هنا ونقبل بإذن الله تعالى في الأسبوع القادم في أي أسئلة؟ إيش تفضلي؟ القولي تعالى بإذن الله الذي يقول الشهادة والله يعني أظن بالله تعالى أن يكرم هذه الأمة جميعاً بأن تكون شهادة على العالمين لكن لا يستحق هذه المكانة إلا من شهد أولاً إلا من شهد أوله رسولنا صلى الله عليه وسلم بالصدف فظهرت هذه الشهادة بالصدفة لأفعالي فأصبح من المؤمنين أصبح من الصادقين أصبح من الصالحين حتى يصلح حتى يصلح للشهادة فظهرت أيضا عظيمة السورة أيضاً نه ايضاً صورة sus طوارف مختلفة من النصار لما حركت قرأي عن وفدنا صلى الله عليه وسلم ومقابلة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ونزول صدر سورة علي عمران أو سورة عمران كله نزل في وفدنا صلى الله عليه وسلم ليتحدثوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في أمر غربية عيسى فنرعب نقف هنا ونكمل بإذن الله تعالى في المرة رسيئة القادمة بحارة اللهم وبحمدك أشهد أن لا يله إلا أنت أستغفرك وأأتوب إليك